تعالوا بقى نبدأ في البودنج هنعمل بودنج بودنج نطيف كده وبسيط بس بتعمل مستكة والفصد اللي محبي الحاجات العربية الشامية من بلاد الشام كده روايحها الحلوة طيب عندي خمس معالق كبار من النشا كباية من اللبن البودرة عندي نص كباية سكر لتر من الميا لتر من الميا يعني كل كباية اللبن دي هتعمل تقريبا أربع معالق كبار بص هو الكباية بيبقى عليها معلقتين لبن بودرة عشان تبقوا عارفيني بقى هو ده اللبن اللبن الكده اللي عايز يقل شوية ممكن يخليها معلقة ونص خلاص طيب معلقة كبيرة ماء ورد ماء ورد وعندي خمس فصوص من المستكة صغيرين قوي أو فصين كبار على حسب اللي موجود وعندي معلقة زبدة وللتزين عندي قشطة وعندي فصد أو أي نوع من مكسرة بس احنا بنعملها بالطريقة اللي بتاعتهم اللي هي لها النكهة والطعم المميز يعني فإحنا لو في هنا هنعملها بشكل تاني مش هحط فيها مستكة بس هي الفكرة إن هي ليها كده تايس جميل لما بتسقع للناس اللي محبة للبوزة والحاجات الشامية بشكل كبير طيب أنا هاخد كده بس البوز كده وهاخد كده معلقة وهبدأ إيه أخد الأول أنا هحط شوية من اللبن العادي بسم الله كل ده على البارد الأول مش هعمل أي حاجة على السخن خالص واللبن الباودر هاخط عليه المية بسم الله ده وهاخد السكر والنشا وبصوا بقى المستكة دي لازم تطحن مع شوية سكر يعني إيه ما تطحنش لوحدها أبدا بصوا لازم تطحن مع شوية سكر علشان تتبقى نعمة فأنا هاخد كده خمس حبات كده نحط معها معلقة سكر واحدة مستكة دي فويدها كتير جدا أعيز أقول لكم المستكة دي مهمة قوي للناس اللي عندهم بلغم يعني بيحبوا يتخلصوا منه بتعالجوا عصر الهضم بشكل كبير بتقوي الكبد والأمعاء وبتشد البشرة وتفتحها لو استخدمناها كمنقوع وعلى البشرة ناخد كده بتحفز تخيله على بياض الأسنان عشان كده بتبقى موجودة في المعجون بتاع الأسنان ضمن المكونات يعني وصوا هنعمل تاني وهي طبعا هتدوب برضو في السخونية بس أنا معلش بحب كده عشان أبقى تطمنت إن هي إيه ولو إنتوا عايزين يطحنوها مع السكر ما فيش أي مشكلة خالص وصوا هلو بقى دي شوية دون ونحطهم هنا كده وهنقلب بقى هحطه على الوش وأدعم بيه الإيه يبقى كشكل جميل مع القشرة حلاص نقلب بقى تقريبة حلوة كده النشا السكر حبوب المستكة اللي تحناها مع علاقة سكر والزبدة مش هتتخطي دلوقتي آخر حاجة هتتخطي الزبدة بعد ما الخليط ده يبقى زي المهلبية عفين بتاعتنا أو زي الكستر لما بنعمله كده لما نحش به أي حش ونخطي مع علاقة الزبدة هنقلب بقى تقريبة حلوة كده لحد ما تبدأ الخليط الجميل ده يتماسك معنا ونبدأ نبص كده على الوجس بسم الله الرحمن الرحيم بسوا سبوها شوية لسه شوية عشر دقايق نسايبها لحضراتكم نزود بس هنا النور بقى عشان ايه لا هقفلوا لك أول ما تقولوا لي على طول حاضر بسم الله نقفل بقى تمام نقلب بقى تقريبة حلوة كده بسم الله الرحمن الرحيم اللبن الفودرة ده بيدي طعم حل الحقيقة والمستكة حافظوا عليها قوي إنها بقت غالية جدا 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 الكيلو بقى عمل 3,000 جنيه هنقلب بقى كده فلوليكم بقى حد بره مصر السعودية الحقيقة المستكة اللي بتيجي من السعودية رائعة رائعة والحبهان اللي بيجي من السعودية رائع حقيقي يعني أنا بحط مثلا هنا أربع مثلا وحدات من الحبهان اللي بتاع السعودية ممكن على حلة كبيرة شربة ناخد 2.1 حبهان كافين ما شاء الله جدا جدا إنهم ينكيهوا حلة شربة كاملة مصدرها آه مش من عندنا طبعا بس عايز أقول رائع ومن الهند على فكرة فيه ناس كتير قوي بتستورد البقليات والعدس والفاصولي والحاجات دي من مستورد هندي محتكر برضو في أكتر من دولة يعني فيه فيه كتير يعني لكن أنا بتكلم على المستكة والحبهان عموما يعني هم هنا عندنا مش زي بره الحقيقة الحقيقة يعني عشان كده دايما التوابل هناك ما شاء الله الواحد يأكل الكابسة هناك تستمتعه بتعم الكابسة تستمتعه بتعم الرز تستمتعه بتعم التوابل اللي موجودة فيها من جمالها نقلب بقى هايب لحد ما الخليط ده ياخد معايا كده يتقل شوية بسه ما فيش مشكلة حبيب قلبي وأنا إيه بشوف هنا بعيدوا عني جوش معايا حلي معايا شوية نفت بس زيادة عشان لو احتاجت أخف شوية النشا طبعا النشا خلوا بالحضراتكم من حاجة النشا ده أنواع فيه نوع دايما أنا بقول إيه أنواع معينة بيبقى المعيار فيها أو المقدار لما بقوله بيبقى هو نفس المقدار لو حضراتكم جبتوا أنواع نشا تانية ممكن تاخد أكتر شوية فدي على حسب نوع النشا فأنا بصو بسيبها بس لما تاخد وقتها وبتغلي والنشا يبدأ يديني أقصى ما عنده وبعدين لو محتاجة شوية هزود شوية أهو لسه شوية حبيب قلبي آه لسه شوية زيارين نكون إحنا إيه خلصنا طيب هاخد كده معلقتين من النشا برضو أدويبهم احتياطي ماشي حبيب قلبي كده معلقتين نحط عليه نقطة مية عدية بسم الله الرحمن الرحيم احتياطي الريحة طبعا جميلة هنحط بقى ماء الورد ده رائع بيدي كده طعم رائع لما تسقع بقى تستمتع بحضراتكو بيا لو انتو بتحبوا من محبي يعني ماء الورد وكده اللي مش عايز ما يضيفش ماء الورد ده أصلا شافي وخلوا بالكو فيه ماء ورد للتجميل وماء ورد للطعام يعني احنا ناكله بصوا بدأت تتقل بصوا بدأت تتقل أصلا مفيد جدا لجفاف البشرة ومعطر للجسم وبيقفل مسام البشرة يعني احنا لو سقعنا ماء ورده عملنا سكراب وحبينا نقفل المسام بحاجة طبيعية هنسقعها ونعمل بقوطنا بس كده بماء الورد بقى رائع بصوا الجمال بصوا بقى شايفين القوام اهو ايه دي القوام زبط الحمد لله ناخد بقى مكعب الزبت لا ان شاء الله مش هنحتاجه بصوا كده احنا خدنا معلقة واحدة بصوا كده شايفين الجمال ما شاء الله ما شاء الله خلاص هنقفل تعالوا بقى بينا نعمل ايه نصب هنا في الكبس بتاعتنا الحلوة دي عايزين فقانيف دول زي ما تحبوا حبيب قلبي دول تمام بدأت بصوا تعمل البابلز دي وهواليكوا برضو السماك بصوا كده اول ما تبدأ تعمل الفوران ده كده كده خلاص نعمل بقى كده اهو زي ما قلت لحضراتكم عشان هي سخنة جدا اهي الاتنين ما يجوشوا على بعض ده قاومة المزبوط لانها هتتقل بعدها يلا بينا نشيل بقى الحاجات دي ونغرف مع حضراتكم الحاجات الجميلة دي يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم هجيب بقى القوش يكون ايه الواجس خدت اخر لون نسمي الله هجيب بقى كده وعندي مكسرات للوش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله حاجة مختلفة عن المهلبية اللي احنا متعودين عليها طعمها حل مكسرات للوش مكسرات للوش وهاخد هنا وفي بقى كمان كابس تانية حلوة لو انتو مش عندكم الكسات دي بتدي شكل حلو فيها قوي انا بحبها قوي الحقيقة كمان عن الكسات دي يعني بحب الشكل ده وبحب الشكل التاني ممكن نقدم فيه كده بسم الله اللي عايز بقى يعمل بالتبادل مثلا نوع بالمانجا ونوع بالمستكة زي ما احنا عملنا تعملوا انصاص وتسيبوها تسقى بعدين تعملوا نص تاني من نوع فاكهة تاني والضفو هيبقى رائع عايزين تعملوا بالشوكولاتة يعني تاخدوا جزء من المستكة دي والطعموه بشوكولاتة بعد كده ماشي برضو هيبقى جميل جدا زي ما حضراتكو تحبوا خلاص دي كلها أفكار بس طبعا حاجات ليها تاست مختلف شوية مية الورد اختيارية اللي عايز اضيف انا مرضتش احطها علشان فيه ناس بتحبوا فيه ناس لأ فعشان اللي هيكل يبقى مبسوط ما يبقوش متضايقين لكن زي ما قلت لحداتكم بتتخطى في المرحلة دي احنا حطينا الزبدة وهنحط كمان المية الورد معلقة صغيرة قوي أو نص معلقة تدي تست وطعم جميل كده للمهلبية الحلوة دي اهي تعالوا بقى نزينها تزينة حلوة كده بسم الله الرحمن الرحيم بلقي فصدق أو المكسرات لو عندكو نعم المكسرات حاضر حبايب قلبي لا يا فندم ما تقلقوش لا يا فندم تقلقوش والله اهو يلا بينا تعالوا بقى ناخد كده شايفين الجمال فصدق ده في نسبة بروتين بنسبة عالية جدا بتجدد الطاقة بشكل حلو وبيحمي من الجلطات عايز اقولكو بيحافظ كمان على صحة الكلا جدا بيقل نسبة ضغط الدم بصوا هاخد بقى كمان حاجة لطيفة كده شايفين ازاي يلا بينا وتعالوا بس ايه نطلع الوجس اخر حاجة الوجس بتاعتنا ما شاء الله تشوفوها كمان تلعت معينا وهروح انا اقدم الكاسات الحلوة دي من المهلبية او من البودين بتاع الفصدق والمستكا كده وبالفة هنا وشفة على قلب حضراتكم يسقع بس كده في التلاجة والدنيا تبقى جميلة وهتستمتعوا به جدا جدا عايزين تحطوا القشطة بعد ما ما فيش مشكلة بس هي خلاص شايفين القوان مزبوط وتمسكت تمام وبقت حلوة فان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم شوفوا بقى الكاسات التانية من فوق بين قوي ان القوان بتاعها مزبوط ونسبة النشا مزبوطة تسلم ايديكو وعنيكو حبايب قلبي